جهود وتحركات مصرية مهمة متواصلة لتسوية الأزمة في السودان الشقيق وذلك استمراراً لدور القاهرة الريادي لدعم الخرطوم في محنته انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين الرئيس سيسي استقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وشهد الاجتماع تسلم الرئيس سيسي رسالة مهمة من رئيس جنوب السودان سلفاكير بشأن آخر تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة ومن ثم استكمال المصار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا وضمن مساعي مصر الهادفة لإنهاء الأزمة السودانية قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة جوبا حيث سلم الرئيس الجنوب السوداني سلفاكير رسالة من الرئيس سيسي تتناول مستجدات الوضع في السودان والدور المهم لدول جوار السودان في المساعدة في حل حالة الأزمة الرهنة وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار يحفظ أرواح الشعب السوداني ويحافظ على استقرار السودان وسلامة أراضيه شكري استعرض الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر منذ بداية الأزمة سواء على المستوى السياسي من خلال العمل مع طرفي النزاع والقوى المؤثرة إقليميا ودوليا على وقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة للتعامل مع الخلافات من خلال الحوار أو على المستوى الإنساني والتأكيد على أولوية حقن الدماء وتجنيب الشعب السوداني المعاناة الناتجة عن الاشتباكات العسكرية الجارية رئيس جنوب السودان ثمن الدور المهم والقيادية الذي تطلع به مصر لمحاولة إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة تحافظ على استقرار ووحدة وسلامة السودان وشعبه الشقيق بالإضافة إلى تجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر كما تمت الإشارة إلى استقبال مصر أكثر من ستين ألفا من أبناء الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة وتأكيدا على إيلاء الدولة الأهمية الكبيرة لاستقبال جميع القادمين من السودان وتقديم الدعم لهم تواصل المعابر المصرية استقبال العائدين من السودان حيث يواصل معبر قصطل وأرقين استقبال العائدين من السودان وتقديم جميع الخدمات لهم كما تواصل الأجهزة المعنية في محافظة أسوان جهودها لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي ترجمة نانسي قنقر